يهرف قصر هشام أيضا باسم خربة المفجر هو قصر حفظ جيدا وبشكل استثنائي والقصر له قيمة عالمية بارزة بالتراث الثقافي الإسلامي المبكر يوعى القصر على بعد 2 كم شمال أريحة بفلسطين وتم بنائه بالقرن الثامن الميلادي في قصر شتوي من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك لكن زلزال عام 747 ميلادي هدم القصر بعد وقت قصير من بنائه تتميز خربة المفجر بهندسة معمارية رائعة حيث تمت تضمنت مسجد صغير بالإضافة إلى الحمامات والقاعات ذات الأقبية والقباب الجميلة والجديرة بالاهتمام تم استخدام القاعات لأغراض متعددة من جهة للاستمتاع ومن جهة أخرى لحفلات الاستقبال الرسمية تميز محور القصر المقابل للمدخل بالنافذة على شكل وردي أو النجمة اللي عثر عليها المنقبين بالصيحة الرئيسية وهي بترمز الآن لأريحة من الناحية الزخرفية جمع القصر أروع أشكال الدكور المعماري من اللوحات الجدارية والجس المحفور والأحجار المنحوطة والجدران المزخرفة والرخام والتمثيل الهندسي والنباتي اتضمن الموقع أيضا نوافير مائي وأرضيات فسيفساء رائعة تم اكتشافها بأوائل ثلاثنيات القرن الماضي تكونتها الفسيفساء الأرضية من 38 سجادة متصلة بأشكال هندسية متدرجة من حوالي 21 لون هي أكبر لوحة فسيفساء بالعالم بمساحة 827 متر مربع بالإضافة لهالشي يوجد فسيفساء أخرى بالموقع سميت بشجرة الحياة حيث تصور غزال يلتهمه أسد من جهة وغزالان يعيشان بسلام من الجانب الآخر من الشجرة وقد اعتبر علماء الأثار أن المشهد يلخص الحياة بالسلم والحرب السجادة بكل مكوناتها قطعة فريدة من الفسيفساء لا مثيل لها بأي سجادة رومانية أو بيزنطية أو حتى أموية فهي تحفة عالمية لفن الفسيفساء القصر إذن هو مثال بارز على تطور العمارة الإسلامية المبكرة اللي دمجت التصاميم القبطية والرومانية والساسانية ضمن عناصر التصميم الإسلامية الأصلية مرة القادمة لحنا نحكي عن مسجد عقبة بالنافع